السلام عليكم ازايك يا شباب عاملين اعراب بالقناة بخير رسميا شركة جوجل اعلنت عن اجهزتها الجديدة سلسلة البيكسل ايد بيكسل ايد بيكسل ايد برو اللي هنكون موضوع فيديو النهاردة خلينا في الفيديو ده نسلط الضوء على اهم ما يميز هذا الجهاز لكن في البداية بل ما نبدأ ما نستاش تبعي منه اشترك في القناة ولايك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة غيرها خير خلينا نبدأ ونشوف مواصفات جوجل بيكسل ايد برو في البداية الجهاز بيجيب وزن 200 و13 جرام وبسمك 8.8 ملة خمات الجهاز ظهر من الزجاج ومحمد طبقة حماية كورنان جورولا جلاس فيكتوس تو والفريم من الالمونيوم ومن الامام الشاشة الالتي بي او قولب اللي بمقاس 6.7 بوصة بتردد 120 هرتز تدمل ايش دي ار تمبلس وبسطوع بيوصل ل 2400 نتس وبدبكة واحد ونص كيب ابعد عشان لتسعة وكسافة بيكسلات ربعمية تسعة وتمانين بيكسل في كل بوصة استحز على نسبة تسعة وتمانين في المية من وجهة الجهاز الامامية وعلى طبقة حماية كورنان جورولا جلاس فيكتوس تو شاشة ممتازة زوايا الرؤية والتشبع والالوان ممتازين مش هتلاحظ مع اي مشاكل الجهاز بيجي باندرويد 14 وده اول جهاز بيحمل اندرويد 14 اندرويد 14 طبعا تم اطلاقه بالامس لملاك هواتف البيكسل جهاز هنا بيجي بمعالج جوجل تنسل جي سري معالج بدقة تصنيع 4 نانو متر وبتردد بوصل ل 3 جي جي هرتز معالج ممتاز مش هتلاحظ مع اي مشاكل في الاداء شركة جوجل ركزت فيه على الزكاء الصناعي وتحسينات كبيرة عن الجيل السابق ليس الاقوى بكل تأكيد لكن يعتبر معالج ممتاز وبالنسبة لنظام التشغيل الموجود على الجهاز اندرويد 5 فمش هتلاحظ اي مشاكل في الاستخدام اليومي الجهاز بيجي بعدة نسخ من الرام والتخزين نسخة 12 مع 128 نسخة 12 مع 256 نسخة 12 مع 512 نسخة 12 مع 1 تيرا الرنامات DDR5 وذكرت التخزين من نوع UFS 3.1 والجهاز لا يدعم تركيب كارت زاكرة خارجي لكن طبعا الجهاز بيرعم شرحتين 5 جي ودعم الشريحة الالكترونية الاسم ودعم مقاومة الماء والغبار IP68 بالنسبة لكامرة الجهاز الجهاز بيجيب كاميرا خلفية ب3 عدسات العدسة الاسية 50 ميجا بيكسل وفتحة 1.7 وبترعم خاصية OIS او تثبيت الصورة البصري وبترعم اللازر اوتو فوكس كاميرا الثانية 48 ميجا بيكسل وفتحة العلسة 2.0 التروية بزاوية 126 درجة وبترعم خاصية الدول بيكسل كاميرا الثالثة 48 ميجا بيكسل وفتحة العلسة 2.8 تلي فوتو وبترعم 5X optical zoom وبترعم خاصية OIS وبترعم ايضا خاصية الدول بيكسل كاميرا بتصور فيديوهات فورك بستين اطار والف وثمانين بستين اطار كاميرا السيلفي 10.5 ميجا بيكسل وفتحة العلسة 2.2 تويتها عريضة وبتصور فيديوهات فورك بستين اطار والف وثمانين بستين اطار وطبعا عندنا الجهاز هنا بيحتوى على مستشعر لقياس درجة الحرارة جهاز بريم سماعتين استيريو ولا يدعم منفصلات ونصف من الخاصة بسماعات الازن واي فاي سيفن بلوتوس 5.3 جيب اس مزدوج ودعم خاصية NFC بصمة الجهاز مدمجة في الشاشة من نوع اوبتيكال سرعة ممتازة مش هتلاحظ معا مشاكل ودعم الميز التعرف على واجه باستخدام الكاميرا الامامية بطارية الجهاز 5050 ميلي امبيرو بترعم الشحن السريع 30 واط وبترعم الشحن اللاسلكي 23 واط وبترعم الشحن اللاسلكي العكسي بالنسبة للأسعار نسخة 128 ب1000 دولار نسخة 256 ب1000 دولار نسخة 512 ب1180 دولار نسخة 1 تيرة 1400 دولار طبعا سلسلة بيكسل ايت هتحصل على سبع تحدثات نظام يعني التحدثات معاك لغاية 2030 تحدثات النظام وتحدثات امنية ايضا ده كان استعراض سريع لجهاز جوجل بيكسل ايت برو اتمنى في النها ربي كل فيديو عجبكم لو عليك اي سؤال سوف خانة التالات في النها نساش تدعي منه اشترك في القناة ولايك للفيديو شوفت على كل الفيديو الجاي سلام